السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية في هذا الفيديو سنتحدث عن كيفية تحويل الأرقام السالبة إلى أرقام موجبة بدون استخدام معادلات عندنا هذه الأرقام السالبة الآن لتحويلها إلى أرقام موجبة الطريقة اليدوية هي أن نقوم بكتابة يساوي ثم نقوم باختيار الخلية التي تحتوي على الرقم السالب ثم نقوم بالضغط على زر الضرب ثم نقوم بكتابة ناقص واحد ثم نقوم بالضغط على انتر ثم نقوم بسحب المعادلة إلى أسفل لتطبيقها على كافة الخلايا ثم نقوم بتضليل نطاق هذه الخلايا ونقوم بنسخها ثم نقوم بلصقها في نفس المكان كقيم values بعد ذلك نقوم بقصها ولصقها في هذا المكان بهذا الشكل بذلك تم تحويل الأرقام السالبة إلى أرقام موجبة بالطريقة اليدوية الطريقة الاحترافية لتحويل الأرقام السالبة إلى موجبة بشكل مباشر هي أن نقوم بالذهاب إلى أي خلية فارغة ونقوم بكتابة سالب واحد ثم نقوم بالنقر بالزر الآمن للموس على الخليل التي تحتوي على سالب واحد ثم نقوم بالضغط على كوبي أو نسخ ثم نقوم بالذهاب إلى الأرقام السالبة ونقوم بتضليلها ثم نقوم بالضغط بالزر العمل للموس ونختار بيست سبيشل تمبثق لنا هذه النافذة نافذة بيست سبيشل نقوم بالذهب إلى منتبلاي ونقوم باختيارها ثم نقوم بالضغط على أوكي بذلك تم تحويل الأرقام السالبة إلى أرقام موجبة أشكر لكم حسن استماعكم وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته